فنشوف مع بعض لفظ إكسكريشن يعني المتابوليزم التفايل اللي هو البرنينج البراصس حضرتك بتكسر الفود اللي بيدخل جسمك وتكسير الفود ده في تفاصيل كتير أسطر غير اللي بتاخدها في الهاي سكول بس سيبلي بتقدر حضرتك تخزن المكور بايبريتز وتعمل منها بلايكوشين بتقدر تخزن البويلز والليبيتز والفاتس والحاجات دي تعمل منها فاتس دهون في جسمك انتي إنه اللي بتستهلكه يعني يا دوب على عد استخدامك ولو فيه لزن برضي قد يتكسر ويخرج والبروتينز حضرتك ما بتقدرش تخزنها لو إلا كان زماننا بقينا كلنا عضلاتنا كل نحمة ونتمي عضلات وخلاص إذا كنت تحتاجها لتستخدمها لتستخدمها فعشان كده بتتمرن تجهد العدلة مسل فليار فالمسل تحس بالفشل يعني في موضوع مسل فليار ده فلما تحس بالفشل تقول أنا عايزة أبني نفسي وأبقى أقوى من كده عضرتك تتبيع بروتينز تستخدمه أما أنا وإنت عاديين ما تتمرنش ما تنعملش حاجة تاخد بروتينز ما بتستهلكوش بتكسرو وتتخلص منه على شكل ويست طلعة من الزلزم أول حاجة لازم تعرفها أن السيلز بتبرديوس ويست اسمها الأمونيا والأمونيا دي هايلي توكسي تخرج تروح في البلد البلد ياخدها في البلد يوديها للليبر عشان كده الليبر ليه دور مهم في الإكسيكريشن وليه دور مهم أنه برضو بيخزن بلايكوشين وليه دور مهم أنه بيريسايكل بلد سيلز وليه دور مهم أنه بيديتوكسي بايل بلد الليبر ده حاجة بايتم جداً وأكسيسري أورجان مع كذا سيستم في الكسي فطبعاً بيشتغل مع الإكسيكريشن أنه بيحول الأمونيا اللي هي مادة هايلي توكسيك بيحولها لمادة ليس توكسيك اللي أنا نزقته بايلة توكسيك فاليوريا دي كنت سيلت وده بلد قليت البلد ينفع تبطل تلف دم معاك وبعدين البلد يروح للكدني للكدني بقى تعمل ايه؟ تعمل فلتر الفلتر ده الميا بتخش فيه من المسورة بيعمل ايه؟ تطلع منه أنبوبة صغيرة كده في الحوض بترمي الميا اللي بيش مديكها وطلع منه جزء على الحنفية يديك مياه بيش فالفلتر ده بيعمل ايه؟ يطلع لك كليل بلد كليل بلد وبيطلع لك الورين اللي هو البيبي بي بي تمام؟ 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 هو لما سأل سأل على ويتش أورجن والإيه؟ والفونكشن بتاعك يعني إن شعب كدني فلترين بلد ده كان السؤال اللي هو سأله والإجابة بتاعك وكان كاتب لك شعب هارت فلترين بلد وستامك دايجست تاربوهايدريد كلام فاضي وسأل على إنك هل تعرف وزيف كدني ولا؟ هارت فلترين بلد هارت فلترين بلد هارت فلترين بلد سأل في الانتردكشن وستامك دايجست وستامك دايجست وستامك دايجست والوست دايجست تبقى بالدب فحضرتك عندك بالدب كاربون دايجست طالع من البروسيس بتاع السليولر راسبيريشن حضرتك فده السليولر اكتبتي بطلع وسط كاربون دايجست ومية من الراسبيريشن فدول بيطلعه عن طريق اللانجر وعندك كمان اكسس ووتر بتطلع عن طريق السكين ويوريا بتطلع عن طريق السكين ووتر وصور ويوريا حضرتك بتعرق فبتطلع وسط برا جسمك برا جسمك مش بس بتكون أوفة سيرفس في الماء اللي طلعين برا جسمنا دي ننقف معها شوية وسط عشان نتخلص منها بالمرة تسوي في السكين وعندك الميجور أورجان اللي هو بيفلتريت من كل حاجة بقيتش توقعه سول فيوريا شجر زيادة مثل اللي عندها السكفر أي حاجة زيادة بتطلع عن طريق الكدني والكدني هي الميجور أورجان اللي بيفلتريت بلا زي ما شوفنا والسرك الأكستريتوري سيستم أبارة عن الميجور أورجان الميجور أورجان الميجور أورجان الميجور أورجان الميجور أورجان الميجور أورجان ل MEL التعليد عندك السمكة 得 بتخزن الهواء حتى تجلد السمكة في السمكة تأخر، عبدا التعدام اما الكبني زيها زي اي فلتر لو حضرتك بصيت على الفلتر اللي بيفلتر المية في البلد تمام؟ الفلتر الشمعة البلد تبقى العربية الشمعة البلد اقول لك هنغير الشمعة في البلد اللي هي القطنة اللي بتبقى الجوب كمام؟ فالقطنة دي لو بصيت عليها زيها زي الكل انا بعمل دي اعيش عارس كده البتاع دي يابتبقى جوة الفلتر كمام؟ لو بصيت عليها ممكن تعتبرها عبارة عليها انا بعمل دي انا مش عايز افتح عايز الامج اوك الامج بس فهتيجي نبص على البتاع دي بغض النظر المشاكل اللي هي هتيجي نبص تخيل معا كده ان دي عبارة عن حطة قطن جنب بعضها صح؟ هم فالماية هتعدي كل حطة قط لفلتر شوية ماية وتمسك ويست المية هتعدي من هنا فلتر وتمسك ويست فلتر وتمسك ويست صح؟ فالفلتر مجلد من مليون بيز كده مجلد صح؟ نعم الكدني عبارة عن الفلتر مجلد من مجلد من عبارة مجلد من هاته وبعدين كابيلة للصح متفرع بقى جواب كدني كلها كل كابيلة دي بيروح لفينتر بوينت صغير لفينتر شوية من الدم واضح؟ تمام الفينتريشن بوينتس دي اسمها النفرون يبقى النفرون هو الفونكشنال يونيت او كدني هي اللي بيحصل فيها الفونكشن بتاعت الكدني طب وعندك في السيركيولاتري سيستن كا في لا ري دي الفونكشنال يونيت او السيركيولاتري سيستن دي اللي بيحصل فيها الـ صح؟ طب لسه عايليم من شوية في اللون الالبيو لي دي في في الرسپايراتري طب في تايجيستن مين اللي بيحصل في كده؟ او اللج انتستن ايه؟ مين اللي بيحصل فيها اللج انتستن بي بي بيحصل فيها دي دي نعم اللي هو سمول انتستن صح؟ اي 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 واللي سمول انتستن بقى اليونيت الصغيرة اللي في اسماعي اللي بتشتغل الـ ايه؟ اللب العلاج في الحالة إسمها اللج بالاي الView هم يعرفدي يا يا جماعي؟ يسيب يلحوا دي جميعا يتحدث في المهم porque زي القائم دي فين vale العصامي هي الـ functional unit بتاع تنير بسيستم فاهمين؟ كل سيستم اصبر حتة فيه هي اللي بتقوم بالوزيطة كمان؟ فموضوع النفرون ده بكل بطاطس هو الـ قد يبدو معقد ولكن هو ليس معقد صحصح معاشة مثل بليفايو على الان أنا عندي النفرون ودي اخر حاجة نتالب فيها النهاردة بطاطس واللي صدع يسخى معي النفرون ده جماعاً أنا جايلي ده الدم ده اهو يقعد يليف تحوالين نفسه البلدس ده مهود يتفلتر هنا يقعد يليف تحوالين نفسه كده وبعدين يطلع لديه يروح بالله ده يعني ده ارتري وده ايه؟ الارتري اهو تدخر الدم هنا قعد يليف الدم ده وبعدين تفرج الدم من هنا مضيف فين بقى لما تفرج منه الكازورات فيه؟ في الكازورات دي بتخرج هنا في الحتة دي بتاخد ايه؟ بتاخد الوست ايه الوست؟ واللي مش وست everything in the blood will pass everything small enough will pass to the neutral فين بقى النتلون هو اللازل اقتامه؟ هنسيبه بشكل بدائي جدا انبوبة والانبوبة دي ايه؟ لفة كده شوية وبعدين طالعة ونزلة وطالعة ونزلة طبعا هو more complicated اكتر من كده بكتير يعني بتلاقي القنوبة دي قاعدة تلفح حوالينا بساعة هنا وقاعدة تلفح حوالينا بساعة هنا عشان تبطل تلفح الليكودز او البلودز او الوست اللي خرجها بالحاجات اللي خرجها معنا فانا مش هلسي من اللقباطة دي عشان ما تتكتيروش وهنسي من نفرون استريكي تمام؟ مش بدحك عليك يعني عايزك تفهم ان هو ايه؟ نفرون عامل كده وقت لايق عشان لما تشيبه ما تتخدش ده النفرون اللي انا بيك بقى كوين دي حوالين بعضها دي بصة تاني بصة تاني تمام؟ فها هعمل له simplify كده وقت فالنفرون دي مبدئيا بيحصل هنا فلتريشن للبلاد بيحصل هنا step number one filtration وفي الفلتريشن happens by diffusion واي حاجة diffusion يعني moving from high concentration to low concentration أي حاجة موجودة في الدم تقدر تعجي من الفلترة هنا الصفاية دي تعجي منها من high concentration اي حاجة اي حاجة اه؟ ده التكنيك اللي ربنا خلينا فتلاقي ايه؟ تلاقي شجر عدة هنا شجر يا عم ده انا عايزة تستنى بس شوية فيتامين فيتامين صغير أمينو أسد صون يوريا مية أي حاجة عملت عنها شق عمري اللي كان ماشي في الدم اللارجي بروتينز بس هي هتلاقي فيه بروتينات كتير ماشية في الدم بتاعة البلد بروتينات في تريديوليت بروتينز فالبروتين ده كبير ما يقدرش يعادل اما لو انت وكل ودعمينو أسلس اللي انت هادمها ماشية في الدم بيه بيه استنى عشان كده فيه اللف والدوران اللي بيحصل في الرسمة الحقيقية بتلاقي انابيت بقى دي تقعد تلفة حوالينا بسها كده كده كتير عشان تلفت السكر والفيتامينات والحاجات المفروضة راحها بيه بيه استني بس عايزك عشان هعمل استيب نمبر تو اللي بتحصل هنا اللي اسمها reabsorption reabsorption دائما بعملها طبعا فيه شوية تيوريا هنا مش هتعدم للهي كونسنتريشن هعمل له اكتف ترانسك يعني 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 هقعد عدي يوريا 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 لجد اللي هاي كونسنتريشن لجد بيه مثلا فيتريا نعمل اكتف ترانسك طبعا فيتريشن في البدي كده. ها استنى. مهم ما انا عايزها. امينوازيبس. سكر. ويتامينات. لما تخرجيش. تلاقي ايه. تلاقي الدم ده. نرى احلى فهناك فينا كده. عشان. عشان. لو انا قبل ما يروح بالاقلب. عشان لو انا عايز اعمل. رجع الدم. رجع الدم. رجع الدم. رجع الزجار للدفع فإيه اللي يخرج عندك هنا في الآخر يخرج عندك ووتر يخرج عندك سول يخرج عندك يوريا يخرج عندك أي ويست انت عايز تتخلص منها في الحتة الصغيرة بقي لك بس الأسامي هي هي والألوك تغيرت إيه ده بقى الحتة دي أعملها لك بكل لطافة بس تاني عندك الجزء بتاع الدم ده اللي بيتفلطك ويخرج ده اسمه جيلوميريولوس جيلوميريولوس ده البلانتان اس بينج فلتريتد هيبقى ماشي في الكابيلة بسجيل المكان اللي بيحصل في الفلتريتد ده الراجل اللي اكتشافه اسمه عزة أيمان إبراهيم باومان تسمى باومان كابسل وبعدين كونفليوتيوتيوتيو بيوت أنبوبة مالفوفة بروكسيما قريبة وبعدين هنا 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 يطلع فوق وبعدين المفروض برضو هنا في أنبوبة تبقى مالفوفة الوطنة كان سمع ديستال كونفليوتيوتيوتيوه ذلك لا تحفظوه لكي لا تصدعش مني اخر حتة بس اللي مهمة كونفليوتيوه ده لما حضرتك بتبقى ويل هايدريتل ويل هايدريتل شارب مياه كثير الاليه اتش ده بيتطلع او سوري دي هايدريتل انا اصب لا لا ويل هايدريتل شارب مياه كثير دي هايدريتل عند الجفاه فلو انت دي هايدريتل لو انت وين هايدريت شارب كويس الاده ما بيشتغل وانت شارب مياه كتير فالمادي تخرج طب لو انت دي هايدريت شغله بقى وانت ايه دي هايدريت عدشان وانت عدشان وانت صايم في رمضان ووضعك صعب جدا الاده بيشتغل ويخلي ايه الكلتنج ده تركع جوز كبير من المياه لقدامك reabsorption of water back to bud فالبيتبير اللي خارج ده وانا قاسف اني متكلم في الكرام المؤلم بس ده علمي يعني ساعات تلاقي اليورين اللي خارج لونه اصفر جميل جدا لو انت مش وقد ادوية فالراجلين انا موضوع الادوية ده برا الناس ها بتاخد ادوية ان ادوية دي بتطلع الويست بتاعتها بتغمى اليورين لو انت انسان عادي جدا مش واخد ادوية روح جت ليرتودة خلاص خلاص عبد الرحمنة خلاص فبقول ايه لو انت مش واخد ادوية وانت انسان صايم وعشان جدا فالادوية ده بيخلي الماء ترجع لجسد فاليورين بيطلع مش عايزة اخطوض مياه كتير فبمشوات ماء صغاري وفيهم ويست كتير وهاي كونسنتريشن هاي كونسنتريشن هو ويست على عكس لما تبقى وين هايدريتك با اربع ازاستين مياه في رمضان بعد الصحوض او بعد التطول شربت مياه كتير 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 الادوية ده ما بيشتغل فالويست تخرج اليورين هيخرج تمت مياه كتير ودايب فيها شوات املاح صغاري فتجعل اليورين قل مستشفان ليه هاي بوليوم لو كونسنتريشن حتى لو انت بطلع تمية ويست 20 ميلي جرام 20 ميلي جرام ف20 ميلي مياه نسبة صغيرة فيما ده فيفتت كونسنتريشن الويست عام انما انت بطلع 20 ميلي جرام ويست بس في لتر مياه فعيطلع اللتر ده شفان لان الادي انتش ما اشتغلش والمية خرجت من جسمك زي نهاية thank you very much ده الحاجات المهمة اللي بيه الاستي بيهتم ممكن يسأل في الحتة ده سأل بشكل عام على موضوع الكنيوم التنفريشن الحتة دي مهمة جدا في كذا سيستم مش في الاستي سيستم النفرون افهموا واعرف الاسماء اللي بيه جلومريولاس لو جاب رسم على حاجة common capsule collecting duct duct افهم الADH الADH ده هورمون anti-diuretic ضد البيبي ما بيخرجش واستي كتير برق بسك بي keep the water inside والواتر اللي هتخرج هتبقى وليلة فهيبقى الواست فيها نسبتها اكبر من العين تمام اشتركوا في القناة